السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع الرحمن ، ومع الكلمات المتعلقة باللغة المعتادة اللغة الطقليدية طبعا في اللغة الفرنسية. كما أشرنا فيما سبق نقول هنا بأنا الارغوتيك إذن نسبة إلى الارغو كما قلنا ستا اللغاج ستا اللغاج conventionnel كما نقول متفق عليه ولكن المقصود باونا لغة تقليدية أو لغة معتادة من بالكلمة التي رأينا رأينا لجيبول كما رأينا لجيبول يعني الساقين ثم رأينا لجيبول يعني فقد ثم رأينا فاستوش يعني فاستوش يعني سهل ثم رأينا الكلمات بدل ترك يعني نقول شيء أما غير معروف ثم نتكلم عن شخص أنه لا يتحرك ولا يريد أن يبرح مكانه طبعا في هذه الفقرة نشاء الله سنرى بعض الكلمات الأخرى مثلا هذه الكلمة التي نسموها كثيرا في اللغة الفرنسية العامية طبعا هناك مثلا كلمات مارديك مارديك طبعا تأتي من كلمات مارد إذا نتكلم عن لوم مارد كي يمشح إذا نتكلم عن كلمة التي لها معنى بالغار يعني أنه مبتدل ممكن نتكلم عن معنى مبتدل ممكن نتكلم عن معنى عام أو مألوف أو سوقي أو هامج حتى نتكلم عن كلمة بهذا المعنى عندما نتكلم عن أمو كي عن سنس فلغير إذن نتكلم عن كلمة التي لها معنى بهذا المعنى مألوفة أنها سوقية إلى غير ذلك إذن عندما نتكلم عن ماغد في هذا المعنى إذن مقصود بها excrement ما يخرج من بطن الإنسان أو الحيوان excrement de person ou d'animal كلمة ماغد ممكن أنها تعني هذا ممكن أنها تعني أيضا chose sans valeur إذن نتكلم عن شيء ما بدون قيمة objet de mauvaise qualité أو نتكلم عن شيء إنما دو جودة سيئة إذن له جودة سيئة objet de mauvaise qualité ممكن أن نقول ماغد عن شخص person memprizable إذن نتكلم عن شخص محتقر sans valeur بدون قيمة طبعا بالنفس المعنى أيضا نتكلم عن le sens vulgar إذن نتكلم عن situation inextricable إذن نتكلم عن وضعية مزرية كما نتكلم عن وضعية مزرية لا يمكن الخروج منها إذن مدم أننا نتكلم هنا عن وضعية لا يمكن الخروج منها تمكن طلقه لوحد شيء الذي لا يمكن أن ينفصل عن آخر إذن نتكلم عن شيء ما لا يمكن أن ينفصل عن شيء آخر إذن نقول عنه inextricable على كل حال نتكلم عن ما يغد هنا ما يغديك إذن في هذا المعنى عندنا mauvais يعني سيء غاطي غاطي نتكلم عن شيء تم افتقاده أو لم ينجح أو نتكلم عن null كما نقول سفر إذن عندما نقول عن شيء إن بانه ما يغديك أنه ممكن يحتمل وحيدة من هذا المعاني mauvais وبيع غاطي وبيع نيل وبيع مال اوغانيزي ننضم بشكل سيء إذن نتكلم هنا عن كلمة null infamilier إذن نتكلم عن null في المعنى العامي إذن ماردك est plus vulgar إذن كاملنا نقول بأن كلمة ماردك هي أكثر سوقية إن سح التعبير نقول مثلا c'est vraiment insuare ماردك إنها حقيقة ومسياسية ثم عندنا كلمة مالا مالا في المعنى العادي للكلمة مالا أنها تعني intelligent طبعا intelligent في المذكر intelligent في المؤنث داكي أو داكية سوالترم أسوفان un sens un peu بيجوراتف سوالترم أسوفان هذا المصطلح له في الغالب un sens عنده واحد المعنى un peu بيجوراتف يعني شيء احتقائي أو زرائي كما في الجمال التالي لماذا تلوي عديثة لماذا أنت قلت له هذا لماذا أنت قلت له هذا سيف غيمو بمالا سيف غيمو بمالا طبعا كلمة مالا ممكن أن تأتي بشكل احتقالي كما عندنا هنا فهذا المعنى سيف غيمو بمالا أليس هذا شريرا أليس كما نقول هذا شريرا إذن سيف غيمو بمالا كما نقول أليس هذا دكيا طبعا نتكلم عن الدكاء بالمعنى الذي يثيء للآخر أو نقول سيمالا سيمالا إنه شرير إنه سيء لماذا أنت قلت له هذا؟ لماذا أنت قلت له هذا؟ نقول لطفل مثلا نقول مثلا أنت تعتقد نفسك شريرا أو سيئا طبعا هنا لدينا الفاب كوار ممكن أن تعني في المعنى الأصلي الكريمة أنت تعتقد نفسك ذاكيا حسب سياق هذه العبارة في الجملة حسب سياقها في الضرفية مثلا أبورت كوا سوكو تفا مثلا أبورت كوا سوكو تفا هل تظن نفسك ذاكيا كما نقول مثلا أبورت كوا ولكنه كل شيء سوكو تفا هنا عندنا الذي تعمل سوكو تفا الذي تعمل ولكن أي شيء الذي تعمل المقصود هنا بأنك أنت تعمل كل شيء بدون تمييز ومع ذلك أنت تعتقد نفسك هل أنت ذاكي ثم عندنا قوملا 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 كما نقول شرير كبير شرير كبير يالاهم الشرير كبير يالاهم الشرير كبير أو نقول لان شخص في الغائب نقول لانه غملا يالاهم الشرير كبير أو كما نقول يالاهم سيت كبير ثم عندنا كلمة بلانكي بلانكي نمقصود بها كاشي عندما نقول بلانكي في العمية الصين على المقصود بها عشر الثق sole موازلة بلانكي استضاعم된 سراحة ، لكن أين خبأ حامل أوراقه كما نقول نحن بدريجة البزطان ولكن أين خبأ حامل أوراقه هذا الحمار؟ نقول مثلا عن شخصين هكذا بنفس الطريقة كما نتكلم في اللغة الفرنسية عن كاشي أنك تخبئ شيئا التي نستنبط منها سوكاشي يعني اختبأ يعني أن الشخص يخبئ نفسه إذن نضيف هاتسه إذن فيصبح الفعل un verbe pronominale إذن يصبح فعلا كما نقول داميريا طبعا بنفس الطريقة أيضا عدنا بلانكي ثم عدنا سو بلانكي سو بلانكي إذن المقصود بها سو كاشي إذن نقول مثلا إذن هم اختبأوا خلف السيارة طبعا نعود إلى الكلمة الأولى التي ذكرنا عندنا مغضي لكن هنا بمعنى آخر كما نلاحظ المقصود بها غاطي يعني أنك تفليت فرصة مثلا تفليت شيئا غاطي لطران يعني أنك تفليت القطار المقصود أن الإنسان لم ينجح نبغي يصير إذن نتكلم عن مغضي إذن نقول مثلا كان ممكن نقول مثلا إذن هو التنبأ طبعا نتكلم هنا على يعني أنك تتنبأ بشيء أنك تستقرأ شيئا قبل حصوله أنك تتوقع ما سيحصل ثم تجاهز نفسك لهذا الأمر إذن هنا عندنا إذن هو توقع بشكل جيد ثم عندنا كما نقول كما نقول هو توقع بشكل أكثر جودة إن صح التعبير ولكن طبعا نتكلم عن برنامج أو نتكلم عن تصميم نقول نقول نحن بالدريجة تأتي من هذه الكلمة ولكن خطته أنا فشلت أنا لم تنجح ولكن فإن خطته أو تخطيطه أمردي أنه لم ينجح إذن رغم أنه توقع الأمور بشكل كبير يعني بدل مجهودا في دراسة ما يمكن حصوله ثم تجاهز بشكل كبير للأمر فإن خطته فشلت فإن خطته لم تنجح فإن خطته ثم لدينا كلمة بدوية بدوية إذن المقصود به هنا فارفونكسوني كالكوشوز أمبريكولون كما نقول نحن بالدريجة أنك تسلك أنك ديباني واحدة فارفونكسوني كالكوشوز ويقوم بإصلاحه نقول مثلا لا مرشين الٰовать تطلق لا مرشي ٢ ألى تقلق لا تعد تمشي كما نقول المقصود أن تعد تعمل لا مرشي ٢ سنتكلم هنا لبارب مارشي لبارب مارشي يعني tempsشى فالتدريج وانا امشي ولكن هنا نتكلم عن الألة أنّة تمشي طبعا مشيوها وأعملوها فكريتش أنطلاق لن تركيز فكريتش أنطلاق لن تركيز لن تركيز ترجمة للعجام لتفكير اخبرت من قبل لن تركيز إذن هو أصلاح شيئا ما بشكل مؤقت في هذا الجهاز في هذا الألع طبعا نتكلم هنا على الوفب عندنا 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 الجرون ديف إذن عندنا منتظرا في انتظار كجو الفاس بأن أعمال إصلاح بأن أعمال لها إصلاح هنا الأصل أن نقول مقصود بأن أعمال إصلاح ولكن هنا بأن أعمال إصلاح بأن أعمال إصلاح ولكن المقصود بأن أصلحها طبعا كم تشوف هنا عندنا تفاص هذا الوصيب جانكتيف بخيزان طبعا هذا الوصيب جانكتيف بخيزان تيكون بعدك تيكون بعدك ليه تتعني تقريبا في اللغة العربية أن أريد أن في انتظار أن كما عندنا هنا أنتندون ك طبعا أكيد تيجي مباد منها الوصيب جانكتيف بخيزان إذن كجفاس بأن أعمل طبعا نقول مثلا الفوك جاي يجب أن أذهب هنا الفعل هنا لدينا الفيرب آلي شوف كيفاش تغير مع الوصيب جانكتيف بخيزان الفوك جاي يجب أن أذهب علش أخضاء السيرة لأنه جاء في هاد المعنى كما لو أن عندنا أن اللي تتمثل طبعا في اللغة الفرنسية هاد ك ولكن هذا ما تعنيش بأن بما نشوفك نقول بأن أن اللي حسب المعنى الجملة ممكن أن تعني أشياء أخرى إذن هنا لدينا اللي حسب المعنى الجملة اللي حسب المعنى الجملة كما لو أنني أضمه إليه ولكن في نفس الوقت إذن كأنني أوبخه هنا إذن ماتيو كومبليت من طغي من بوفر كما نقول هنا هو أحمق هو داب هذا الذي هناك هذا الذي هناك كما نقول ثم عندنا كلمة برونك اللي تتعني تقريبا نفس المعنى إيديو و بيفو المقصود بها أحمق ستان برونك ستان برونك إنه أحمق سوتيب هذا النوع إذن نتكلم عن شخص كأنه من نوع الحمق ستان برونك سوتيب ثم عندنا الفعل دي gurghi المقصود بها كاسي و بها ديسلوكي و بها ديسلوكي و بها ديسلوكي طبعا ديسلوكي أنك تنزع شيئا أنك تنزع شيئا إذن نقول ديسلوكي نقول مثلا إي اي لزن إي ازن إي لزن إي لزن إي لزن إي لزن ي ووت ديغلان見 إذا هم عندهم سيارة قديمة كلها كما نقول مهلهلة مهلهلة بمعنى آخر أنها مكسرة من جهة ثم أنها مكوناتها شبه منزوعة مقتلعة من مكانها ساعتبير إذن المقصود بأن مهلهلة إذن نستأنف الفقرات القادمة مع الكلمات حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله